أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أولوية مشروع إنشاء مستودعات استراتيجية لتخزين السلع الأساسية بالنسبة للدولة وخلي اجتماع لمتابعة موقف المشروع القومي لمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية المقرر تنفيذه بعدة محافظات أكد مدبولي أن إقامة هذه المستودعات تأتي في إطار التوجهات الرئاسية بضرورة تعزيز الأمن الغذائي باعتباره إحدى دعائم الأمن القومي المصري وكذلك بغرة تحسين منظومة تخزين السلع المعمول بها حاليا